الجهاز التنفسي لكلب السمك Respiratory System of Cellurinous Canicula يوجد على جانبي البلعوم خمس فتحات خيشومية تؤدي إلى الجيوب الخيشومية وتفتح للخارج بفتحات خيشومية منها أربعة خياشيم كاملة تسمى Holobranch وهو عبارة عن نصفين من الصفائح الخيشومية أما الخيشوم الخامس فيطلق عليه مسمى نصف خيشوم وذلك لاحتوائه على تفرعات من جانب واحد فقط Hamibranch وخلف الفتحة الخيشومية الخامسة يوجد المتنفس Spiracle وهو عبارة عن خيشوم كاذب Sidobranch وسمي بذلك لأنه تحور وتحول إلى فتحة خيشومية لمرور المياه الزائدة في الفم ميكانيكية التنفس واحد عند التنفس يفتح الفم واتسع البلعوم فاندفع إليه الماء ثم تنقابض عضلات المريء لتمنع مرور الماء إلى المعدة وتكون الفتحات الخيشومية مقفلة في هذه الحالة 2- يقفل الفم وينقابض البلعوم وتفتح الفتحات الخيشومية الداخلية فيندفع الماء إلى الجيوب الخيشومية ماراً فوق الصفائح الخيشومية ثم إلى الخارج 3- عن طريق الفتحات الخيشومية الخارجية وبالتالي يحدث تبادل الغازات ويخرج الماء عن طريق الفتحات الخيشومية الخارجية ولا يقوم المتنفس بأي دور في عملية التنفس ولكنه فقط يقوم بعملية التخلص من الماء إلا أنه في بعض الأسماك الغدروفية المسطحة القوابع التي تقضي معظم عمرها في قاع الماء وفمها موجود على الجهة البطنية وملامس للقاع بشكل دائم عندها يقوم المتنفس بما يقوم به الفم أي يسمح بدخول الماء إلى منطقة البلعوم ترجمة نانسي قنقر